اللغة العربية هي رابع أكثر لغة تحدثا في العالم في حين أنه 1% فقط من محتوى الألعاب الإلكترونية ناطق باللغة العربية ومن هذا المنطلق أخذ حسام حمو على كاهل المبادرة لتأسيس شركة تعنى بصناعة الألعاب الإلكترونية وترجمتها للغة العربية لحتى تضمن للمستخدم العربي تجربة فريدة وقريبة من ثقافته وأبطال من تاريخه نعم رزان وأخذت شركة طماطم مكنتها عربيا ودوليا في سوق ألعاب الهواتف المحمولة لتحضى ألعابها بأكثر من 100 مليون تحميل على مجراء أبل ستور وغوغل بلي معنا في استوديوهات عمان تيفي وتحديدا في برنامج صباح الخير يا أردن الرئيس التنفيذي لشركة طماطم السيد حسام حمو يسعد صباحك سيد حسام يسعد صباحكم أهلا وسهلا صباح الخير سيد حسام سعدين جدا من دماما كلنا في صباح الخير يا أردن أنا سعيدة كتير لأنه بلتقي فيك للمرة الثانية وبتحدث معك يعني سيد حسام إذا ما بلش حديثنا مهم كتير نبلش نحكي عن النقص اللي موجود في سوق الألعاب الإلكترونية الناطقة باللغة العربية كيف طماطم بتقدر تعود هذا النقص وتثري خلينا نحكي اللغة العربية صباح الخير وشكرا كتير على الاستضافة صراحة دماما بنحكي إحنا أن اللغة العربية هي رابعة أكبر لغة يعني محكية في العالم وأقل من واحد بالمئة من المحتوى المتوفر على الإنترنت أصلا متوفر باللغة العربية صحي وهذا يعني إذا بفرجي إيش بفرجي أنه في عندنا فرصة رائعة لتغطية هاي الفجوة الموجودة في السوق سواء من المحتوى سواء من الألعاب أو أي شيء ناطق باللغة العربية علما بأن السوق الألعاب العربية هو الأسرع نموا في العالم يعني مثلا معظم الأسواق التانية بتنمو بمقدار 1-2-3% السوق العربي بينو 12-13% سنة عن سنة فإحنا عم نحاول نقدم للمستخدمين تجربة فريدة أنه نجيب لهم ألعاب مناسبة للثقافة العربية ألعاب صعب على المستخدمين العرب يلعبوها لأنها ما بتناسب ثقافتهم دائما لما بنحكي عن الثقافة ما بنحكي بس عن الأشياء اللي غير متقبلة في المجتمع ولكن بنحكي أكتر عن الأشياء مثلا صعوبة اللغة صعوبة القصة قصة مختلفة أشياء يعني ما بتزبط الواحد يعرف يلعبها كويس فمنقدم لهم دائما ألعاب يعرفوا يلعبوها بسهولة وتكون سهل يعرفوها هذا أهم إشي يكونوا سهل يعرفوها صح يعني إذا بنحكي عن شركة طماطم هل هي صانعة لمحتوى الألعاب أم مترجمة لهذا المحتوى صراحة يعني الشكلين إحنا بدأنا الشركة على أنه نكون صانعين ألعاب وعملنا يمكن أكتر من خمسين لعبة مختلفة ما بين عام 2013 و2017 أو أول 2018 كان عنا ثلاثة أو أربعة أفرقة مختلفة بتشتغل بنفس الوقت على أنها تقوم بتطوير ألعاب فورنا ألعاب ذكاء ألعاب يعني ذاكرة ألعاب خفيفة بشكل عام فورنا أيضا كثير من الألعاب السيارات سيارات سباق وبمختلف أشكالها وأنواعها كانت جدا موجهة للسوق الخليجي لأنه تعرف يعني هاي أشياء المرتبطة بالسيارات كثير مشهورة في الخليج العربي في منتصف عام 2017 باتجاه 2018 توجهنا أكتر لتعريب الألعاب العالمية ونشرها بلغة العربية وصراحة هذا كان الهدف الرئيسي من الشركة في بدايتها ولكن كنا محتاجين نبني لإلنا اسم في هذا العالم بحيث أن الناس تعرفنا أكتر وتعرف شو إحنا بنعمل فقمنا بإطلاق يمكن عشرين لعبة مختلفة إحنا عربناهم اليوم طماطم رجعت مرة تانية تنتج ألعاب من البداية فلساتنا مستمرين في التعريب ويمكن هذا الاختلاف عن آخر مرة شفنا فيها بعض من ستة أشهر يمكن إنه اليوم رجعنا إحنا يكون في عنا ستوديوهات طماطم الخاصة فيها بحيث أن ننتج ألعاب عالمية معنا الفترة قليلة بس ما شاء الله التغير كبير التغير كبير بسرعة سيد حسام حكينا أكتر من أكثر الفئات اللي بتستخدم الألعاب الإلكترونية في طماطم وقديش صار في عندكم لهلأ من الألعاب المطروحة بالسوق يعني طرحنا يمكن أكتر من ستين أو سبعين لعبة بشكل عام من بداية تأسيس الشركة لغاية اليوم تركيز الشركة اليوم على أربع أو خمس ألعاب فقط والألعاب الثانية خلينا نحكي أنها يعني ماشي لحالها بدون ما تكون في عنا إحنا تركيز مباشر عليها اليوم عندنا ألعاب شدة موجهة أكتر للخليج العربي مثل لعبة اسمها VIP بلوت وهي لعبة شدة مشهورة بالمملكة العربية السعودية وأيضا عنحاء الخليج عندنا لعبة تانية اسمها جلسات VIP هي أكتر تركس وطرنيب وكل هاي نوعين من الألعاب فهذا شكل واحد من الأشكال اللي هو مثل ألعاب الشدة بشكل عام عندنا اتجاه ثاني هو ألعاب موجهة للبنات أكتر اللعبة اسمها ملكة الموضة عليها يمكن 15 مليون تحميل صار لحد الآن وبلعبوها العرب بكل أشكالهم يعني مش موجهة لوجهة معينة وعندنا ألعاب ثانية بنسميها هارد كور يعني موجهة لللاعبين المحترفين عندنا لعبة اسمها تحدي الملوك عندنا غضب الشجعان هاي ألعاب بنسميها RPG أو ألعاب استراتيجية حربية فإحنا يمكن مختلفين شوية صغيرة عن شركات الألعاب الثانية إنه إحنا عنا أكتر من اتجاه مش بس فقط يعني نفس الموضوع بظلوا يتكرر فهذا إشي مسلي صراحة بالنسبة إلنا إحنا كفريق عمل حتى إنه كل يوم عنا تحديات جديدة وأشياء جديدة بنجرب فيها فبالعكس محمس كثير يعني سيد حسام شركة طماطم تعد من أفضل مئة شركة عربية بحسب تقليل المنتدى الاقتصادي العالمي وشكلت حالة فريدة عالمياً شلي وصل طماطم لهذه المكانة؟ صراحة الاستمرارية يمكن وقدرتنا على نضمن حاول صراحة بناء شركة ناشئة في الوطن العربي بشكل عام صعب جداً لأنك أنت عم تتحدى المألوف عم تتحدى أنك تشتغل بوظيفة ثابتة تتحدى هذا الاستقرار الوظيفي عم تعمل شيء معظم المستثمرين ما بيفهموه ومعظم الناس بشكل عام، معظم الناس اليوم ما بتعرف أصلاً شركات الألعاب كيف بتعمل مصاري أصلاً كيف هي الشركات قائمة صح احنا اليوم في عنا أكتر من مئة موظف تقريباً في طماطم فإحنا جزء على عاتقنا هو مش بس إنشاء الشركة وتنجيحها ولكن نشرح للناس أكتر أنه هم كمان عندهم فرصة للدخول في هذا العالم والنجاح فيه وإحنا بالعكس منكون جداً مبسوطين كل ما دخلوا ناس أكتر طبعاً يعني إحنا بتزيد حجم السوق وبزيد المبيعات بشكل عام فحاولنا صراحة محاولات مستمرة وأفشلنا عشرين مرة وأنا كنت مؤمن تماماً أنه في عشرين مرة مختلفة كانت الشركة ما رح تزبط خلص نسكر ولكن إذا بتضلك كل يوم مؤمن أنه لا رح أنجح ورح أشتغل أكتر ويا ما يعني روحت على البيت الساعة ثلاثة أو أربعة الصباح وبشكل مستمر وكنت أشتغل بالأسبوع مثلاً سبعين ساعة بس بالأخير نجحت يعني إحنا اليوم بنقدر نحكي أنه الشركة الحمد لله وضعها صار ممتاز ومستقر بس بحتاج صبر و جهد وإصرار صرار عن نجاح هذا أهم شيء سيد حسام قبل شوي حكتنا عن الألعاب للأشخاص المحترفين ذكرتنا واحدة منهم كانت تحدي الملوك هي ترجمة عن لعبة اسمها تلاش أوف إمباير على ما أعتقد أو صح هاي اللعبة بيختار اللاعب فيها الجنرال البناسبو هو مهمته أنه يهزم الأعداء بس الحلو فيها أنه تم تغيير الشخصية الرئيسية فيها اللي هي من ريتشارد الأول ملك إنجرترا لصلاح الدين الأيوبي قديش المهم اليوم والحلو أنه نزرع هاي الثقافة في الأبناء أو هذا الجيل بالوطن العربي لنعرفهم على القادة والأشخاص المهمين في وطن العربي من خلال هاي الألعاب صراحة رهيب السؤال لأنه هذا حلم شخصي بالنسبة إلي أنه إحنا تربينا من وإحنا صغار على الشخصيات الكرتونية اللي جايتنا من برد صح فكنا نشوف مثلا الأفلام الكرتوني اليابانية اللي بتم دبلجتها وترجمتها بلغة عربية كنا نشوف برضو الأفلام الجيل الأجدد الأصغر اليوم دائما غربي يعني فبيشوف إنتاجات أمريكية أو إنتاجات أوروبية في العالم العربي مع أنه إحنا تاريخنا عميق جدا وحافل بالأبطال والشخصيات والناس اللي يعني فعليا الأجانب صاروا يأخذوا قصص من عنا ويطلعوها على أساس أنها هي إنتاجات غربية مع أنها هي قصص من عنا قصص ألف ليلة وليلة وقصص كليلة ودمنا وقصص يعني صح ممكن مش عربية فقط ولكن من تراثمة الشرقي فعم نحاول صراحة أن نقدم للناس عشانك دائما نحكي إحنا نقدم تجربة للمستخدمين تحاكي الثقافة العربية لا تعني هذا فقط الترجمة ولكن نحكي عن القصص والشخصيات ففي هذه اللعبة مثلا اسمها تحدي الملوك فعليا هذه الشخصية لما صارت صلاح الدين وإن شاء الله في نية نضيف كمان شخصيات كثير تاريخية عربية ومش بالضرورة دائما إحنا نحكي عن الشخصيات القديمة في عنا شخصيات معاصرة يعني رائعة وناس فازوا بجوائز عالمية مرموقة وفي ناس حققوا إنجازات على مستوى العالم لازم إحنا لنحتفل فيهم مش الغرب هو اللي بس بيحتفل فيهم يعني سيد حسام أنا ممكن هاي الإجابة بتقضني لسؤال شو الألية اللي بتم فيها اختيار هذه الألعاب وترجمتها وغل هناك في لوائح إرشادية وتفاصيلها حتى تناسب الجمهور العربي يعني هل يتم حذف بعض التفاصيل من هذه الألعاب حتى تناسبنا ولا كيف الألية بتصير بالتأكيد اليوم إحنا في عملية اختيار الألعاب عملية معقدة للغاية لأنه بالتأكيد بهمك الاستمرارية المادية لهاي الألعاب إنها تنجح فممكن أول ما بدأنا الشركة كنا دائما ندور على الألعاب إحنا شخصيا نحبها يعني نحب إحنا نلعبها أو نستمتع فيها أو نحب مثلا الرسومات اللي فيها أو طريقة اللعب بس مرات بتكتشف أنه اللي أنت بتحبه مش كل الناس تانيين وبالتأكيد بهمك أيضا أنه اللعبة تنجح ماديا لذلك خلال السنوات الثلاثة الماضية صار عنا يعني دي بورتمت بالشركة هي من سميها داتا أناليسيس أو تحليل البيانات وعلوم البيانات لأنه صناعة الألعاب بشكل عام بتعتمد جدا على البيانات فإحنا منشوف اللعبة فعلا نتورج عليها منشوف إذا حبناها أو ما حبناها بس نستند دائما الأرقام اللعبة فمثلا منشوف هل اللعبة ناجحة ماديا من ناحية كم بتعمل فلوس باليوم كم عدد اللاعبين النشطين يوميا شهريا اللاعبين اللي بيدخلوا على اللعبة في أول يوم كم منهم برجع بكرة هال الانستول ريت الانستول ريت هاي أشياء بننتبه عليها كثير ففي عندنا يمكن خمسين نقطة مختلفة بنحاول نشوفهم وبالأخير بعد ما نكون استوفينا كل الدراسة لسه في عندك دراسة تانية أنه نطرحها على مجموعة من اللاعبين بحيث أنهم يعملوا تست أو يجربوا هاي الألعاب لأنه مرات الاعتماد فقط على الأرقام غير كافي لازم تشوف كيف الناس بتجرب هاي اللعبة خصوصاً إذا جايب لعبة مثلاً مختلفة تماماً مثلاً لعبة من الصين أو لعبة من اليابان الأرقام ممكن تكون رائعة بس السوق تبعهم هم مش السوق تبعنا إحيان وبعد ما تخلص هاي المرحلة كلها لسه بدك تعمل أنت تجربة في الماركت تست وتعمل مثلاً شوية ماركتينج تصرف شوي وتشوف ردود الأفعال إذا كانت ردود الأفعال جيدة بتكمل فكله مراحل مراحل فبالنسبة لنا صار اختيار اللعبة أصعب فأصعب فأصعب ويمكن هذا الحكي اللي بيؤدي فينا اليوم للتوجه أكتر لتصميم ألعابنا الخاص لأنه إحنا سرنا فاهمين بالضبط اليوم شو الأشياء اللي بتنجح وشو الأشياء اللي ما بتنجح بالسوق العربي طبعاً أنت لما بتشوف بالسوق العربي بتشوف أنه دول الخليج العربي بشكل عام فيها أكبر نسبة دفع على ألعاب الهواتف المحمولة في العالم كله سبع أو ثمان أضعاف مثلاً الصين ثلاث أضعاف في الولايات المتحدة فهذا سوق مهم كثير فمحتاج كثير دراسة وتحليل حتى ما تعمل أخطائي صح يمكن اللي حكيت وكان نبذة كمان سريعة للأشخاص اللي زي ما قلت بالبداية بحبوا يعرفوا كيف شركات الألعاب الإلكترونية بتشتغل وأيضاً نحب نعرف سيد حسام منك كيف بتم عملية شراء الحقوق من الشركات المالكة للألعاب يعني كيف بتم عملية الشراء اليوم موضوع مهم هو أنه كيف الشركات الألعاب بتعمل مصاري أصلاً بزر هلأ قبل حوالي عشر سنوات لما أول مثلاً لما طلع جهاز الآيفون وانتشرت هاي الأجهزة اللي تسمح للناس تلعب على الألعاب كان منتشر نوع ألعاب معين بسميها بريميوم جيمز أو ألعاب مدفوعة فأنت بتشتري آيفون أو أندرويد وكنت دائماً في عليه ألعاب تشتريها بتدفع دولارين وبتشتري هاي اللعبة وبتذكر دائماً كانت الناس تحاول تلاقي مخارج لأنها تشتري هاي الألعاب تروح عند أي محل تحيله نزللي الألعاب تلعب أي لعب موجودة من سبع أو ثمان سنوات تتغير الموديل هذا أكتر وصارت هاي الألعاب بالمعظم مجانية فإحنا منسميهم free to play free to play ألعاب فأنت بتنزل اللعب مجاناً وتبلش تلعب مجاناً ولكن دائماً هاي الألعاب فيها أشياء إضافية لو بدك إياها بدك تدفع داخل اللعب داخل اللعب وما في مخرج منها أنه تحاول أنه مثلاً تلاقي طريقة تانية أنك فصرت مضطر تدفع أو ما بكمل لعب أو بلعب لعب لعب تانية فشركات الألعاب بشكل عام يا بتعمل مصريها من خلال الدفع داخل الألعاب فأنا مثلاً بدي مراحل إضافية بدي أشتري نقود داخل اللعبة بدي أغير شكل الشخصية تبعتي بتكلف دولار دولارين بشتريها أو بحضر إعلانات فأنت دائماً وأنت عم تلعب ألعاب عم بتشوف تطلع أعلانات كل ما بتحضر أنت إعلانات أكتر سواء أنت اللي كبست على الإعلان أو حضرت الإعلان بشكل عام شركات الألعاب بتعمل مصاري بتعمل مصاري بكميات كتير صغيرة يعني ممكن مثلاً إذا واحد تحضر الإعلان تبعك أنت تعمل مثلاً يعني جزء صغير من من السنت الأمريكي يعني مبلغ بسيط 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 ولكن الشركات بتعتمد على أنه فيه كمية هائلة من الناس رح تحضر فإذا مثلاً ألف شخص حضر أنا يمكن أن أعمل سنت بس إذا مثلاً خمسين مليون حضور لهاي الفيديوهات بصيروا مبلغ فدائماً الشركات بتسعى بالدعايات إنها تتوجه لأسواق عالمية كبيرة فمثلاً إذا إحنا بنعرف أنه فيه ألعاب تم تحميلها أكتر من مليارات المرات والتعبت خمسين مليار مرة فتخيل حجم الإعلانات اللي ممكن تكون ترد بالدخل على الشركة على هاي الشركات سيد حسامي يعني طماطم تعمل مع مطورين عالميين لنشر هذه الألعاب الإلكترونية في السوق العربي وأيضاً ترجمة ماذا أضاف هذه الشركات وهذا التعاون مع المطورين الآخرين لشركة طماطم يعني زينا نحكي إنه إيش هو أضاف لللاعبين العرب برأيي أضاف شغلة كثير مهمة اللي هي حب الناس أكتر للغة العربية وهذا الشيء أنا بالنسبة لي كان كثير مهم إنه اللغة العربية يعني لغة مهمة جداً وعميقة جداً ومعظم الناس اليوم عم تتجه تبعد عنها أكتر وبمجال التكنولوجيا هذا ساهم كثير وساعد كثير بأن الناس باعث عن اللغة العربية لنصاروا يعتقدوا إنه اللغة العربية مش قوية كفاية تدعم الأشياء التكنولوجية فسرنا نلعب كل الألعاب بالإنجليزي وحتى لو مو فاهمينا اللعبة نبعث مسجات لبعض بالإنجليزي أو بالأحرف الإنجليزية باللغة العربية صح عربيزي فبالتالي هاي مشكلة كثير كبيرة لأنه ثقافة الأمة والحضارة مرتبطة بلغتها فمجرد ما راحت اللغة راحت الحضارة وهذا كلام خطير جداً إحنا لازم نشتغل ونسعى لأنه نحاول نعمله فبالتالي لما جبنا هاي الألعاب واشتغلنا بشكل كثير كبير على أنه اللغة العربية داخلهم تكون لغة صحيحة بتم مراجعتها بشكل دوري ونتأكد من كل شيء فيها أظن أثرينا المحتوى العربي على الإنترنت وخلينا الناس تحب اللغة العربية شوي أكتر وصارت الناس تتقبل فكرة أنه آه بلعب اللعبة بغير اللغة فيها من الإنجليزي للعربي لأنني بمبسط فيها أكتر وعشان تلعب اللعبة شلس بتعذب يعني فعادي أنك تلعب اللعبة أنا صراحة شخصياً طون عمري بلعب اللعبة الإنجليزي اليوم لما بشوف اللعبة بالعربي بمبسط أنه أسهل وأحلى بمبسط أكتر وأنا عم بلعب فيها هاي اللعبة فيمكن اللغة العربية كجزئية كانت بالنسبة إلنا إشي كتير أساسي الإشي الثاني أنه إحنا عرفنا المستخدمين العرب على ألعاب ما عمرهم كانوا رح يشوفوها أو يعرفوا عنها فمثلا ألعاب مشهورة كتير بالصين عمرها ما رح توصل عنا فإحنا ما مندور على الألعاب المشهورة عالمياً معروفة في كل مكان لا إحنا مندور على ألعاب مشهورة في أماكن محدودة المستخدم العربي على الأغلب ما رح يشوفها فإحنا منجب له إشي تجربة منحطها قدامه بحيث أنه يكون ينبسط فيها مثلا لعبة ملكة الموضة اللي أطلقناها بالعربي فعليا ما كان فيه ولا لعبة مشابهة لإلها بالعربي الإقبال اللي إجا على هاي اللعبة خلاصا أنه تم إطلاقها على أول فترة الكورونا والناس كانت كلها في البيوت الإقبال كان يعني جنوني وصراحة منبسطوا البنات اللي لعبوا هاي اللعبة أضافت لهم كثير أشياء كنا كثير من ركز على أشياء إلى دخل كثير بحبوها كنا نركز كثير على أنه كيف أنت تبني العمل تبعك وكيف تصمم الأزياء وتعملي هاي وركزنا كثير على أنه يعني هذا الـ الـ الظبط البنات يركزوا أكتر على أنه أنت رح تشتغلي وانت رح تعملي وانت رح تعملي وطديكي وفيها قيم وفيها أشياء فبالعكس كان الإشي ممتاز سيد حسامي يعني اليوم قيمة طماطم السوقية بلغت 80 مليون دولار وحكيتنا يمكن قبل شوي كيف مثل شركة طماطم والشركات الإلكترونية بقدروا يطلعوا ربح للشركة صرنا عارفين وحكينا إنكم جمعتوا أكتر من 17 مليون دولار كأستثمارات خارجية من لما بلشتوا الشركة أديش اليوم أنتوا بحاجة لتمويل أو كيف بتقدروا تمولوا حتى تظل الشركة هاي قائمة وأيضا تقدروا أنتوا تربحوا وتستفيدوا صراحة إحنا هلأ يعني من حوالي الشهر أغلقنا جولة استثمارية جديدة بقيمة 11 مليون من مطورين لعبة بوب جي العالمية اسمه مكرافتون في جنوب كوريا وهذا كان بالنسبة لنا أكبر استثمار عمره إنعطى لشركة ألعاب في الوطن العربي واليوم صراحة شركات الألعاب محدودة جدا ممكن أربع أو خمس ألعاب شركات ألعاب فكان بالنسبة لنا شيء ممتاز ففي عندنا خطة ممتازة لاستثمار هاي المصاري حال واحدة منهم تطوير الألعاب الخاصة فينا إحنا فإن شاء الله عم ننشئ واحدة من الأفكار اللي عم نشتغل عليها اليوم هو إنشاء أكاديمية لا تدريب خرجين الجامعات أو طلاب الجامعات بشكل عام على صناعة الألعاب يعني إنت إجابتك أنا لسه بحضر السؤال بقرأ الأفكار بالضبط أنا بدي أحكي هذا انطلاق من مسؤوليتكم الاجتماعي اليوم كونتوا خبرة جيدة بالسوق بهذا المجال شو توجهكم لتدريب الشباب صراحة مهم وأيضا توسعكم إقليمية يعني تدريب الشباب هو ما بدي أحكي عنه مسؤولية اجتماعية مش هذا الهدف الهدف الرئيسي هو أنه فعلياً إحنا محتاجين موظفين كثير محتاجين موظفين يعني محتاجين نعين مثلاً مئة شخص إضافة هاي السنة أو أكثر وعندنا تحدي كثير كبير في العالم العربي مش بالأردن فقط إنه الجامعات ما بتركز بشكل بأي شكل من الأشكال على هاي الصناعة صناعة صناعة الألعاب صح والصناعات الداعمة لإلها معظم الناس أما بنحكي إحنا عن التعليم المرتبط بصناعة الألعاب دائماً نفكروا بالبرمج بس إحنا ما نتفرج فقط على البرمج نتفرج على تحليل البيانات على الناس اللي بتشتغل 3D أو بتشتغل 2D كدزاين اللي بتشتغل اللي بتعرف تصمم للألعاب يعني كثير مثلاً عندنا بالأردن ديزاينر شاطرين كثير مستوى عالمي ولكن خبرتهم مختلفة عن الخبرة المرتبطة بأنه أنا عم بصمم إشي للعبة فالطريقة اللي بتشتغل فيها التولز اللي بتستعملهم مختلفين فإحنا إن شاء الله خلال هذه السنة رح نشتغل مع أكتر من جامعة في الأردن لتعديل المناهج بحيث تتوافق مع إحنا شو محتاجين لسوق العمل ولما نشوف خامات ممتازة رح نأسس مركز يكون في ناس تتدرب وتتعلم من موظفين يدربوهم بحيث أنهم يكونوا جاهزين للتوظيف بشكل مباشر وعندنا خطة إن شاء الله للتوسع الإقليمي فتحنا مكتب الآن لنا في الرياض في المملكة العربية السعودية وإن شاء الله فيه عندنا على أصار مكتب أيضا في القاهرة ففيه عندنا توسع إقليمي لأنه إحنا مركزين كثير على أنه طول عمرنا كنا بنشتغل عن بعد بس الوجود على الأرض كثير مهم دائما بالنسبة إلى أنه كثير مهم أنه مركزنا الأساسي يكون بالأردن لأنه بدأت الشركة هون الخبرات الموجودة في الأردن هذه الشركة لم تأسست لولا الموظفين اللي فيها يعني المستوى عالمي وبشهادة شركات عالمية يعني إجوا زارونا مثلا في أردن كانوا يحكوا أنه مستواكم يضاهي أفضل الشركات العالمية الحمد لله هذا يعني إنجاز كثير مهم طبعاً اليوم كيف بنقدر ندرب كمان مئة شخص يكونوا برضو هيك هذا هو التحدي الرئيسي اللي إحنا اليوم عم نواجه لا إن شاء الله قد الله يسألك إن شاء الله بهاي السنة تكون خير وتقدروا تحققوا كل شيء بيتكم إياه يعني أنا غيث زرت شركة طماطم الجو وعندهم كثير بجنة صار جعبالي أشتغل معهم بالألعاب الإلكترونية جو الشركة كثير حلو عجد يعطيكم العافية فخرين فيكم كثير ونتشكرك أيضاً سيد حسام لو وجودك معنا مرتاني يعطيك ألف عافية إن شاء الله منلتقي فيك إن شاء الله بالأيام القادمة منشوف إيش عم تعمل شكراً جزيلاً لإلكم شكراً 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 سيد حسام وإحنا بالفعل بنفخر بشركتكم بنفخر بأنه هذا الإنجاز طلع من الأردن وإن شاء الله بتحققوا كل أحلامكم المستقبلية وتكبروا هذه الشركة حتى تتوسعوا قليمياً وعالمياً نشوفكم بأعلى المراتب إن شاء الله شكراً جزيلاً لإلكم الله يعافيكم شكراً شكراً يعطيك العافية